امر على بعض الافلام السينمائية في موسش؟ ما عرفش في الاس بتروح تحجز يقول له مالفيلم مش عندنا الفيلم هيشتغل بالليل الفيلم مش عاركي يعني مالفيلم موجود يقوله كده على شبه كده على شبه كده على شبابيك اتزاك هل عابلت مش كانت تفصيل؟ انا كنت معروف ازايا ايما واحنا في ثاني ما دخل هي اتع تذكاره قالول الفيلم مش عندنا طب بالنسبة للافلام الموسي بشكل عام مش لانا افصل هالكوداك هو اللي عريبا لشهو مش هو بس يا لا انا مش عارز اتكلموا مش هو الوقت بس لا مش هو الوقت مش هو هو وجنبه افلان طب يا رسالة معيانة توجيها لغولة الحصمات السينماء او المظايمين الحصمات السينماء عايزين بس ندخل في المناخسة شريفة انا عايزين بس النافذ بشكل شريفة هو يعني اتضر عرض تفتح لنا ونشوف بس هنعمل ايه ندخل للسباقة بس خلوا الناس تقول رأيها يعني خلوا الناس تقول رأيها الفيلم كويس الناس اللي هتنجح او الناس اللي هتسقط الفيلم بس يضوا فرصة للفيلم هو ده الموضوع ليه فص ملح وضح بالزاد لان الشركة الانتاج جديدة والعلاقات واضح انها مش مش متشاعبة زي العلاقات للشركات الاخرى وبالتالي تحصار عالفيلم ده بالزاد طبعا ازمة غريبة جدا لو احنا عمليم بنطلب من الناس ان يبقى فيه صناعة سينما لو احنا بنشجع المنتجين ازاي بنشجع المنتجين ان هما ينتجوا وبنيجي بعد كده نقفل عليهم دور العرف لان انا لمست الموضوع ده بنفسي من اول لحظة في العرف احنا عامل اربع انا نزلت داخلت اول حفلة في هيلتون رامسيس تقلي الفيلم مش موجود وانا مخرج الفيلم وانا عارف ان احنا في لستة هيلتون رامسيس في جالاكسي حصل معي نفس الكلام في اميركا بلازا نفس الكلام في كذا سرما على مستوىنا شخصي وعلى مستوى ناس كتير فليه من اول لحظة ما تده الناس مرصة من خلال